لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الرد يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجى وعوفي بعدما عجزت فموم الطب من عافاك قل للصحيح ما تلا من علة من يا صحيح بالمنا يدهاك بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضار من يا أعمى يقود خطاك بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرف ودم من ذا الذي صفاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسأله من أرساك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشهون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك أإله مع الله أإله مع الله خلق هذا الخلق بهذا الإبداع والإتقال أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله رحمة 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 اشتركوا في القناة